بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكت السليم مرحبا بكل من التحق بقناتي قناة أم عبد الرحمن الفيديو خاصته الثانية متوسط رح نقدم فيه عشر أسئلة متداولة في الفرزة الفرنسية الأول لفصل الأول تابعا معي رح نحطيك الأسئلة تعتمد عليها حتى لا تكون لديك أسئلة ولا تكون لديك أسئلة معدل الفرنسية إذن رعي لقانت وی سبب倫cross أقرأ القصة وم First glance الجدول الجدول وجفه لین الموجود و السوال هذه الموجود نفعل المعلوم الصلاة والساسية هي العبارة الافتتاحية وهي أول كلمة نلقها في القصة نعطيك مثال هنا وهذه القصة الكلمة الأولى التي تتنفوها الكلمة الأولى التي تبدأ بها لكونت هذه هي الكلمة الأولى البرصناج هم الشخصيات كلمة الأولى التي تتقرأ الكرونت وتجبذ منها الشخصيات المكان يجب أن نعرفه كلمة دون نرى الدون من بعدها يجيني مكان الزمن وانتصرت هذه القصة الغالب للإجابة الصحيحة تكون نفسها لفوق من دوفيرتور يكون في قديم الزمن الكلمة الأولى التي تتنفوها كان في مرة من المرات أو في قديم الزمن هذه نفسها هو الوقت نفسها هو الوقت صحيح؟ أذهب كذلك لا يعطي الجدول يعطي أسئلة مباشرة مثال نقول أهو سأسأس المسج контان إنه يفعلين يعني أين مباشرة في القصة نفسها后 على مكان أسئلة إكت والأحد مش Villاء سيتهت للحفن أيضًا Jr. أنتصرت ún الأعثاب يعني كور الشخصيات الحاضرة في القصة سواء كانت إنسان أو لا حيوانات طبعا الشخصيات كنا لقاها في القصة نذكرها كلها كانوا تكون قصة على لسان حيوان نذكر الحيوان موجود في القصة ما نقولش الحيوان رغم يهدرش ما نذكراش رغم ربعا رغلاف دو تاكست امو كي شرابورت او شان لكسيكال دي مير فيجور لشان لكسيكال يك هاد كالما لشان لكسيكال كي تلقاها لشان لكسيكال كي تشوف كلمة لشان لكسيكال يعني الحقل الدلالي للكلمة نحن رانا نقول في الروائع روائع يقولها ان فرنسي يقولها وشاهي الكلمات اللي عندها علاقة بكلمة مير فيجور يعني الروائع القصص نعطيك هنا أمثلة ان كونت مش إن ان كونت ان في الجنية ان برنسس الأميرة لغوة المالك لشاتو القصر كل كلمة عندها علاقة بالروائع للقصص الرائعة التاع القديم نكتبها كان مثل شان لكسيكال يعني الحقل الدلالي للكلمة يعني عندهم علاقة بالكلمة اللي يعطوها الجنية كذلك كذلك ممكن يعطيني يعطيني السينونيم والزونتونيم السينونيم هي المراد والزونتونيم هي العكس يعطيك هنا بعض الكلمات فقط ناج اللي هو الثرج نقوله للا غلاس ماجيك اللي هي سحرية فانتاستيك رائعة لديابل الشيطان ولا الجن العكس تعالج الملك هو للأستاذ يعطيك كلمات اللي دلتوها ان كلاس ماجيك كلمات غريبة مش تاج نواصلو كذلك مع الاسئلة اللي ممكن ديك في هذل الفر كونجيك اللي verب انت بارانتاز أو بريزن دي لإنديكاتيف يعني رح يعطيك ان verب بين قوسين انت بارانتاز يعني بين قوسين يقولك صرف اللي أو بريزن دي لإندي كاتيف طبعا لانا راني دير لإنپarfait رح يعطي لانا آل 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 احنا ين دير الملخص في الملخص تل الدرس بالتوسيع اللي نقعد فلا كونجيك زون غع ساعتين مت كامل كذلك كوش ممكن جيني منحق ممكن izi فلا كوش بريزن همي يحشون في بيتين رأي اي يحشون 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 فيا أفا الى الدول المذكرة التحوش تهو هو بو هذه كلمات شاذة لا نحضر اله ويكتب لي بال بال المذكرة التحوش تهو بو كذلك سؤال اخر وش يقول لي يقولي مبقرة التحوش تهو بفق المجيزة تهو اسخة ويمكني تهو باستخدام كما يقولين كامل اله ويقوموا لا الكاملها استطاع التبنيق بإضافة أجل الناس الجملة اللي فنص هذيك فغي اللي ما كايناش هذيك فو اللي اعطوها لك على فغم نيغاتيف اعطوها لك منفية وفي الجملة مش منفية هذيك فو يعني هنا هي مديرش مراسق عندي كذلك سيغة أخرى من الأسهلة يسطلع لك كلمة هنا باريزملا السحيرة قررت أنها تأكله قالي الموسوليني هذا الكلمة اللي نسطلع لها معناها كروكي ولا صالوي ولا بخند هنا ثاني ما تمشيش تداد جبن من قبل رأسك هنا قرار الجملة الليحة السالوية هي يحيي ويأخذ مونجي يعني يكخوكي يسورطه والله يمصه ولا كي مهم عندها علاقة بكلمة مونجي هذا فقط كلمة للتوضيح كيف تشوف كلمة مصطلع لها قال لك وش معناها انت روح تقرأ النص و تركز في الجملة الليح باش تفهم المعنى باش تقدر تقدر جواب صحيح كذلك سؤال آخر يقول يقول لها بدو التكس مو دو لامن فاميه كماجيك ماجيك هي سحري هذ سؤال دي من الجي نعطيك هنال مو دو لامن فاميه تلقى هي ماجيسيان ووالله المؤنث ماجيسيان هذ سؤال دو لامن فاميه كلمات من نفس الحائلة يبدو كيف تيف وما يكملوش كيف كيف كل واحدة وكيفه تكمل إذا كانت هذه مجموعة أو عشر أسئلة متدولة في فرض الفرنسية الأول ملخص للفرض ندرتها في القناة موجود في القناة في الفيديوهات الثانية متوسطة الوضعيات الإدماجية ندرتها سبع وضعيات إدماجية للثانية متوسطة وكاذلك في تمرح البلايليست كيتشوفو الثانية متوسطة اتركوا في الفيديوهات التي تحتاجوها تمنيت لكم بالتوفق وإلى اللقاء في الفيديو آخر بإذن الله